بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل السلام وتم التسليم وحييكم جميع أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث متوسط لبرامج ومعاهد التربية الخاصة قسم الإعاقة الفكرية بالمملكة العربية السعودية اليوم مدتنا رياضيات للفصل الدراسي الثالث عنوان درسي الأشكال المستوية الأضلاع والرؤوس كما تعودت دائما عند مشاهدتي لدروسي التعليمية المعروضة في قنوات عين التعليمية هناك تعليمات أحرص على اتباعها لكي يستفيد من درسي المعروض أولا أختار المكان المناسب للتعلم أعرف جدول وأوقاته بث دروسي التعليمية أجهز الكتاب مدرسي أستمع إلى الدرس بتركيز أتابع الدرس حتى انتهاء وقته المحدد إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد والمساعدة عنوان درسي اليوم الأشكال المستوية الأضلاع والرؤوس الأهداف التعليمية التي سوف نحققها سويا نهاية درسي اليوم الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الأشكال المستوية الأضلاع والرؤوس الأهداف الخاصة أن يطابق الطالب والطالبة الأشكال المستوية ويصفها 2- أن يسمي الطالب والطالبة عدد الأضلاع والرؤوس في الأشكال المستوية 3- أن يستخرج الطالب والطالبة الأشكال المستوية 4- أن يقارن الطالب والطالبة الأشكال المستوية من حيث عدد الأضلاع وعدد الرؤوس في كل شكل نبدأ قصة درسية اليوم شاهد الولد لوحة إرشادية في الطريق وكان الشكل الخارجي لهذه اللوحة ماذا بهذا الشكل أكتب عدد الأضلع وعدد الرؤوس لهذا الشكل الهندسي نريد الآن أن نكتب عدد الأضلع ما هو عدد الأضلع؟ يقصد بعدد الأضلع هو عدد المستقيمات التي تشكل الشكل الهندسي المستوي نعد كم مستقيم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن الشكل ماذا؟ يحتوي على ثمانية أضلع ثمانية ماذا أضلع؟ وكم يحتوي على رأس؟ ما هو الرأس؟ أتذكر ماذا يعني الرأس في الشكل الهندسي المستوي الرأس يقصد به التقاء ماذا؟ الظلعي يقصد به التقاء الظلعي كم رأس هنا؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نكمل سبعة ثمانية ممتاز ثمانية رؤوس ثمانية رؤوس دائما أبنائي وبناتي عدد الأضلع في الشكل المستوي يساوي عدد الرؤوس الشكل الهندسي الذي أمامي يحتوي على ثمانية أضلع إذن يحتوي على ثمانية رؤوس ويعد هذا الشكل الهندسي من الأشكال المستوية من الأشكال المستوية أنتقل الآن إلى نشاط آخر سم الشكل الذي أمامك أسميه ما هو؟ أحسنتم مثلث الشكل الذي أمامي غير اللون مثلث ممتاز مثلث مثلث الشكل الذي أمامي مثلث له كم مستقيم أو كم ظلع له واحد اثنان ثلاثة له ثلاثة أضلع وكم رأس واحد اثنان ثلاثة الشكل الأمامي له ماذا؟ ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس إذن عدد أضلع المثلث يساوي عدد رؤوسه دائما أعرف أبناء وبناتي الشكل المستوي عدد أضلعه يساوي عدد رؤوسه أنتقل الآن إلى مهارة الكتابة أكتب عدد الأضلع بالشكل الهندسي كم يوجد لدي ظلع بهذا الشكل؟ نعد واحد اثنان ثلاثة أربع يحتوي على أربعة أضلع أضع بالفراغ العدد أربعة وكم يحتوي على رأس؟ أشاهد نعم أربعة رؤوس أربعة رؤوس فقد كتبنا عدد الأضلع في هذا التمرين كم يحتوي على ظل على أربعة أضلع؟ أنتقل الآن إلى الشكل الهندسي التالي أكتب عدد الأضلع وعدد الرؤوس بالشكل ما هو الشكل؟ هو أحسنتم هو المثلث كم يحتوي على ظلع؟ كم؟ واحد اثنان ثلاثة ممتاز أضع بالفراغ العدد ثلاثة وكم يحتوي على رأس؟ واحد اثنان ثلاثة ممتاز يحتوي على ثلاثة رؤوس الشكل الهندسي هنا يحتوي على ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس كما كتبنا بالفراغ أنتقل إلى الشكل الهندسي الآخر أكتب عدد الأضلع وعدد الرؤوس بالشكل صديقتنا هنا من هي؟ من هي؟ أحسنتم هي الحزينة الدائرة الحزينة هل يوجد لها أضلع؟ أحسنتم لا أضع صفر أضع صفرا أضلع هل يوجد لها رأس؟ أحسنتم لا صفر من الرؤوس لا يوجد لها أضلع ولا يوجد لها رؤوس أنتقل إلى مهارة أخرى أحوط الأشكال التي تتفق مع الوصف شكل هندسي له أربعة أضلع وأربعة رؤوس هل هو الشكل الأول؟ هل له أربعة أضلع؟ أحسنتم لا أضع ماذا خطأ أو غير صحيح هل هو الشكل الثاني؟ هل له أربعة أضلع؟ نحسب واحد اثنان ثلاثة إذن هذا الشكل لا يمثل الشكل الهندسي له أربعة أضلع وأربعة رؤوس الشكل الهندسي الأخير وشاهد هل له ظلع؟ نعم له أضلع كم ظلع؟ نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة ممتاز له أربعة أضلع وهل له أربعة رؤوس؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة ممتاز له أربعة رؤوس إذن الشكل الهندسي الأخير يمثل أربعة أضلع وأربعة رؤوس أنتقل الآن إلى الوسيلة التالية أسمي الشكل التالي هنا أسميه ما هو أحسنتم؟ هو المثلث هنا المثلث المثلث له أربعة أضلع وأربعة رؤوس هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ أحسنتم لا المثلث لا يوجد له ظلع ولا يوجد له رأس هل هذا صحيح؟ أحسنتم لا المثلث يوجد له ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس نعم ممتاز الشكل الهندسي المستوي المثلث له ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس يجب عليه حفظ أضلع المثلث وكذلك رؤوسه أنتقل إلى الشكل الهندسي الآخر أسميه أسمي الشكل الهندسي الآخر أسميه هل هو ماذا؟ مستطيل ممتاز مستطيل هل له ثلاثة رؤوس وثلاثة أضلع؟ أحسنتم لا هل يحتوي على صفر من الأضلع وصفر من الرؤوس؟ أحسنتم لا هل له أربعة أضلع وأربعة رؤوس؟ نعم الشكل الهندسي الذي أمامي يحتوي على أربعة أضلع وأربعة رؤوس آخر شكل لدي ما هو؟ ما هو الشكل الأخير؟ أسميه الدائرة ممتاز الدائرة هنا الدائرة تحتوي على ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس؟ أحسنتم لا تحتوي على أربعة أضلع وأربعة رؤوس؟ أحسنتم لا تحتوي على صفر أضلع وصفر رؤوس؟ نعم ممتاز الدائرة دائما أتذكر أنها حزينة لا رأس لها ولا أضلع بهذا التمرين طابقنا عدد الأضلع وعادد الرؤوس حسب الشكل المستوي الذي يظهر أمامي وفي ختام درسنا الجميل هناك بعض التوصيات المقدمة من المعلمة لأبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث متوسط أحرص دائما على تكرار مشاهدة لدروس قنوات عين التعليمية من أجل تثبيت المهارات والأهداف المطلوبة في المنهج كذلك نقل أثر ما تعلمته تعلمت ماذا يقصد بالشكل الهندسي المستوي وهناك فرق بين المجسم وبين الشكل الهندسي المستوي أطلب أمبنك وبنائي وبناتي مشاهدة البيئة من حولي عدد الأضلاع وعدد الرؤوس في الأشكال التي من حولي مثل ماذا مثل الساعة مثل أطباق وكذلك مثل ماذا الصور التي موجودة من حولي كثيرا شكرا جزيلا لحسن استماعكم أترككم في رعاية الله شكرا جزيلا لحسن